ولو حبينا نلم الموضوع بصيغة السؤال كيف يتبرر الإنسان عند الله إيه اللي ممكن يتعمل ولو في ثلاث دقائق عايز أقول لكل واحد أحبائي أنا اشتسفي كده وأكيد جسيس نظاري اشتسفي كده في يوم الأيام قبل أن أتقابل مع المسيح عندنا قناعات عميقة داخل كثيرة بخطيانة عندنا شعور عميق بالإحساس بالذن بداخلنا هذا الاقتناع مع هذا شعور بالذنب اللي بيقول لك أنت أخطأت في حق الله الله بيقول لك أخطأت تعالى اعترف جدامي أنك خاطئ وأنا أبررك في منطع البساطة مفيش أسهل من كده في روميا عشرة بيقول له مش بيقول لك تعالى اصعد إلى السماء ولا بيقول لك أنزل إلى الهوية لكن الكلمة قريبة من فمك وقريبة من قلبك إن أمنت بقلبك واعترفت بفمك خلصت وده اللي عمله عشار آمن بقلبه أنت جاي ليه أنا مصدق أن الله بررني واعترف اللهم ارحمني أنا الخاطئ نزل إلى بيته مبررة وبهاي الحال بيحصل على التبرير يعني نزع الرب عنه كل الخطايا وأضاف برا إلى حسابه طيب والشخص اللي عاوز دلوقتي يقول أنا عاوز الصرخة الشهيرة الكتابية اللهم ارحمني أنا الخاطئ من القلب راح الله لآدم عشان خاطر آدم بس يقول أخطأت لحد ما جال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت أخطأت خلص برره صنع أقمسها من جلده ألبسهم بمجرد ما نقول راح نسان النبي لدود لحد ما دود جال أخطأت إلى الرب هذا الاعتراف الرائع من قلب مكسور أخطأت بس واثق إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر أنت في قضائك وجاي بإيمان أنا مزنب بس جاي قدام الله القاضي واثق أنه يبررني وده اللي بقوله لكل أحبائي تعال بذنبك تعال بخطاياك أعترف أنك خاطئ بس خليك واثق أنك هتزق بلويتك مبررة وعشان نشوق السامعين إحنا في تكملة نعم بارتول هذه الحلقة في الحلقة القادمة لو بجملتين ثلاثة عن إيش عاوز تتكلم أخ سامح؟ هنتكلم عن كيف يبررني الله إيه دور الله وإيه دور الإنسان هنتكلم عن ثمن تبريري كيف الله إيه التكلفة الإلهية وإيه التكلفة الإنسانية؟ وأنا نتكلم عن برهن تبريري إزاي الله برهن أنه بررني فأنا أحيا في سلام عميرك لأن الله بنفسه برهن أني تبررت وأنا إزاي أبرهن؟ بعد كده نتكلم عن نتائج التبرير نتائج التبرير نعم يا رب أنه نخلصها بحلقة حتى أكبر عدد ممكن من المشاهدين يستفيد ويستمتع بهذا التعليم الرائع ما في كلمات نعبر عنها عن شكرنا أخ سامح ربنا يباركك شكرا يا سيس وربنا يستخدمك ويستثمر في حياتك أكثر وأكثر لمجد شكرا لمحبتك وللدعوة آمين إخوتي وأخواتي طبعا الموضوع كان واضح جدا وعلى فكرة الكتاب المقدس الوحيد اللي بعالج هذا الموضوع بشكل واضح وهذا العلاج لهذا الموضوع بتشوفه في صفحات الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد وبتعبر لنا عن محبة الله الغير محدودة وعن نعمة الغنية التي لا نستحقها ورحمته الممدودة لكل إنسان لأنه بالنهاية أنه كل موضوع الخلاص هو مبادرة إلهية فكرة إلهية إنجاز إلهي لا دخل للإنسان فيه إطلاقا ولكن بالعكس الإنسان محكوم عليه بالموت وبالهلاك الأبدي ولكن شكرا للرب على نعمته فأنت فيك تصرخ الآن ارحمني أنا الخاطئ ربنا يبركك